بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يكن يعلم ونصلي ونسلم على من علمه ربه ما لم يكن يعلم وكان فضل الله عليه عظيمة وعلى آله وصحبه أجمعين أحدثكم أيها السادة أيها السيدات عن الإمام المازري وهو أبو عبد الله محمد بن عمر التميمي المازري قالوا بأن أصله من مازر وهي مدينة بجزيرة سقلية يُعرف بأنه الإمام المحدث الحافظ الفقيه الأصولي المتكلم الأديب الذي اشتهر بالذكاء الوقاد وكان إماما متبحرا وصار إماما في الفقه والعلم حتى أن اسمه دائما يذكر بأنه الإمام وقد رويت عنه رواية أنه رأى في منامه النبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن هذا اللقب فدعا له قال واسع الله صدرك للفتية وكان بذلك ذا قدم راسخة في الحديث مع حسن نظر عنده وقدرة كبيرة على الموازنة بين المسائل في الفقه ومن طريف ما يحكى أن القاضي عياض يذكر في أزهار الرياض أن طالبا من الأندلس ورد على المهدية وكان يحضر مجلس المازري فدخل شعاع الشمس من كوة في باب الغرفة التي كان يدرس فيها فوقع على رجل الشيخ المازري فقال الشيخ هذا شعاع منعكس فذيله الطالب لموهبته الشعرية قائلا هذا شعاع منعكس لعلة لا يلتبس لما رآك عنصرا من كل علم ينبجس أتى يمد سائدا من نور علم يقتبس وكان المازري ذاهمة علية وخلق رفيع وحكمة ظاهرة ووقار باد وخشوع وتبتل وعبادة وذكر هو قد أخذ على كبار الأولماء أخذ عن الإمام اللخمي وأخذ عن أبي محمد ابن السباغ واشتغل بالطب بسبب أن يهوديا طبيبا حذره من مغبة التداوي عند غير المسلمين فحذقت طب حتى وصل فيه إلى أقصى ما يوصل ومن شيوخه اللخمي والسوسي وغيرهم ومن تلامذة ابن رشد الحفيد صاحب بداية المجتهد والمازري يذكره أصحاب كتب الفقه كثيرا فهو مذكور عند القدامى ومذكور عند المحدثين وقد قال عنه الإمام السبكي بأنه أذكى المغاربة بدليل أنه شرح البرهان للإمام الجويني إمام الحرمين وهو لغز الأمة الذي لا يحوم حول حماه إلا ثاقب الذهن مبرز في العلمي وله كتب كثيرة منها شرح كتاب التلقين ومنها الكشف والإنباء عن المترجم بالإحياء ويقول ابن فرحون كان المازري أبرز المشتغلين من شيوخ إفريقية بتحقيق الفقه ودقة النظر ويمتاز الإمام المازري بالتنقيح والنقد الوقاد وقد كان له تأثير كبير في محيطه الذي كان فيه ولم يكن رحمه الله ناقلا ولكنه مدقق محقق وناقد متعمق وشارح فهم وقارئ نهم قام استنباطه على القراءات المتنوعة للكتب التي سبقته وعاصرته وألح على حمل الناس على مشهور المذهب وإلزامهم بالورع من زمن كطرت فيه الفتن ولو فتح المجال للناس في مخالفة المذهب لاتسع الخرق على الراقع كما يقولون فالفتوى إنما تكون للمؤهلين وقد قال القائل يظن الغمر أن الكتب تهدي أخى فهم لإدراك العلوم وما يدري الجهول بأن فيها غوامض حيرت عقل الفهيم إذا رمت العلوم بغير شيخ ظللت عن الصراط المستقيم وتلتبس الأمور عليك حتى تصير أظل من توم الحكيم هذا ما نذكره عن هذا العالم الكبير وإلى أن نلقاكم في فرصة أخرى نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته